أن ننتقل إلى كلمة أو رد الجمهوريين مع السيناتر الجمهورية كيتي بريت نعم كالعديد من العائلات في الولايات المتحدة الأمريكية زوجي وأنا شاهدنا خطابة الرئيس بايدن وما الذي شاهدناه هو أداء سياسي دائم موجود في شغل من صبه أكثر من عمري وأمر واحد واضح أن الرئيس بايدن لا يفهم الأمر يبدو أنه بعيد عن الواقع وتحت إدارته أن العائلات اقتصاديا أفضل ومجتمعاتنا أقل أمنا ودولتنا أقل أمنا يا ليته فهما ما تشعر وتواجهه العائلات حقيقة مثل عائلتي هنا حول هذه الطاولة تجرح عائلتنا الحوارات الصعبة ونتخذ القرارات ونتشارك الجيد والسيء والبشأ هنا نضحك سويا وهنا نمسك بأيدي بعضنا البعض وندعو الله طالبنا منه الرشد وفي الكثير من الليالي حقيقة أنا ورسلي نقلق أعرف أننا لسنا لوحدنا لذا واليوم العائلة الأمريكية تحتاج إلى أن تجري حوارا صعبا لأن الحقيقة أننا جميعنا قلقون حيال مستقبل أمتنا الدولة اللي نعرفها ونحبها يبدو أنها تتسرب من بين أصابعنا هناك فرص أقل وحريات أقل مما عشناه أقلق من أن أولادي لن تسنح لهم الفرصة ليعيشوا حلمهم الأمريكي حلمي الأمريكي الذي سمح لي ابنة مالكي أعمال صغار من ألباما من الريفل لي سمح لي بأن انتخب بعمري أربعين كان والدي كنت أنظف محلة أبي وحمام أمي لما كنت أتخيل إلى أين كنت لأصل وأن أفكر كيف يمكن للحلم الأمريكي أن يحققه عبر جيل واحد فحسب في حياة واحدة فحسب هو أمر فعلا يسلب ويخلب الألباب إلا أنه الآن بات الحلم الأمريكي كابوسا لعائلات عديدة إن وضع اتحادنا الحقيقي يبدأ وينتهي بهذا عائلاتنا تتألم دولتنا بإمكانها أن تكون أفضل وليس عليكم أن تنظروا أبعد من الأزمة على الحدود الجنوبية لبلادنا لتشهدوها الرئيس بايدن ورث أكثر حدودا مؤمنة عبر تاريخ ولكن بعد دقائق من تسلومه للسلطة أوقف كل الإرسال وأوقف عملية بناء جدار الحدود وقدم الحماية للملايين نعرف أن الرئيس بايدن لم هو من خلق هذه الأزمة على الحدود بل دعاها من خلال 94 قرارا تنفيذيا خلال أول يوم أول لاحق عندما تسلمت منصبي أخذت تبنيت تقاربا مختلفا سافرت إلى تاكسس حيث تحدثت إلى امرأة شاركتني قصتها كان ثم تحريبها ك تجار بشر جنسي من قبل الكارتل أو العصابات المكسيكية بعمل 12 كم مرة في اليوم ثم اغتصابها الكارتل وضعوها على سجادة في غرفة صغيرة وأدخلوا الرجال عبر ذلك الباب لينقضوا عليها مرة تلو الأخرى لساعات طوال لما كنا نقبل هذا الأمر حاصلا في دولة عالم ثالث هذه الولايات المتحدة الأمريكية وحان الوقت حسب رأي أن نبدأ بالتصرف كما لو كنا كذلك إن سياسة الرئيس بورد بايدن للحدود هي غير مقبولة بتاتا ويبدو أنه يمكننا أن نتلافاها تماما من الفتنول من التسامن بالفتنول إلى جرائم قتل شريعة هناك كرأس خلت من جالسيها حول طاولات العائلات كحال طاولتنا بسبب سياسات الرئيس بايدن التي هي بلا معنى لحدودنا فكروا بميغان راينلي في الولايات المجاورة لجورجيا هذه الفتاة بعمر 22 سنة وطالبة التمريض ذهبت ولم تعد ثم قتلها بكل قسوة بواحد من بين الملايين الذين يتخطون الحدود بشكل غير قانوني هو من قبل بأن يتم إطلاقهم إلى بلادنا وكأم لا أستطيع توقف عن التفكر في الأمر كان بإمكانها أن تكون ابنتي أنا كان بإمكانها أن تكون ابنتكم أنتم والليلة الرئيس بايدن أخيرا ذكر اسمها إلا أنه رفض أن يحمل مسؤولية أعمالي هو أيها الرئيس كفا الأمريكيون البارئون يموتون وعندك فقط نفسك لتلومها أوفي بعهدك في منصبك إعكس سياساتك وانهي هذه الأزمة ووقف المعاناة وللأسف نحن نعرف أن مصوطين الرئيس بايتن لن يتوقف هناك لقد حفر حفرة لإقتصادنا وجعل كلفة العيش لا تطاق عندنا أسوأ تضخم منذ أربعين عاما وأعلى ديل للبطاقات الإتمانية في تاريخ أمتنا ولكن العائلة التي تعمل بجهد يصعب عليها توفير قوت اليوم وأسعار الأرهان العالي وتكلفة تربية الأطفال التي في تصاعد يصعب عليهم حتى التخطيط للغد الشعب الأمريكي يقومون يعيشون على قتات العيش بينما رئيسنا بكل فخر يدعي أن سياساته تنجح باركك الله نحن نعرف الحقيقة لن أنسى أبدا توقفي في محطة للوقود والرجل الذي كان يعمل على المكتب كان يقول لي أنه بعد تقعده اضطر إلى أن يأخذ عملا بسبعينياته حتى لا يختار ما بين أن يجوع أو أن يكون بلا دوائه قال قمت بكل شيء بشكل صائب قمت بكل ما طلب مني طلب منه عملت بشكل جيد وجهد ادخرت كنت مسؤولا وليس لوحده أسمع الكثير من المقالق والمخاوف من الأهالي سواء كنت مع أصدقائي أو أحضر مباريات أطفالي ولكن دعونا نصدق القول يبدو حتى عندما كان الرئيس يذهب ويدعي أن الأمور بخير البقية يرون ابنتنا ونعرف أن الأمر ليس كما يدعي نشهد الأمر يومياً وعلى الرغم مما يخبركم إياه فإن مجتمعاتنا ليست أكثر أماناً ولسنوات كان اليسار يلاعب المجرمين ويقود سلطة الشرطة بينما المعتدون هم مطلقوا الصراح النتائج مأساوية ولكن أننا نستطيع استشرافها من أكثر الشوارع عيقونية في دولتنا باتت الحياة أكثر وأكثر خطراً وللأسف فإن ضعف الرئيس بايدن لا يؤذي العائلات هنا فحسب بل جعلنا بمثابة كيس الملاكمة للعالم من حيث آتي كلمتك شرفك إلا أن لسنوات عدة أثبت الرئيس الأمريكي أن الكلمة الأمريكية لا تعني ما كانت تعنيه سابقاً من تخلي عن حلفائنا اشتركوا في القناة